جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع وصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا جهود لم تسن القطاعات الأمنية عن تفعيل العمل الميداني لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 87 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 817 قطع السلاح ناري من بينها 140 بندقية و81 بندقية آلية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1232 طلقة متنوعة إضافة لـ 1221 قطع السلاح أبيض وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد 1615 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف والريء والصرف ومجرى نهر النيل بنطاق 22 مدرية أمن وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 435 ألفاً وتسعمائة واربعة وعشرين حكم قضاء متنوع من بينها 1791 حكم جناية و150 ألفاً و253 حكم حبسة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 45 متهماً قاموا بارتكاب 104 حادث متنوع كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 927 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1034 متهماً وبحوزتهم أكثر من 123.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وأكثر من 140 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 19 كيلو جرام وأكثر من 9 كيلو ونصف من مخدر الإستروكس وعدد 57.016 قرص مخدر وتواصل وزارة الداخلية بازل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون ترجمة نانسي قنقر